تعد حمص من أولى المحافظات الرائدة في إنشاء وحدات التصنيع الغذائي والتي حققت قيمة مضافة للنساء الرفيات وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع الرفي ولعل آخرها كانت في بلدة رباح برف حمص الغربي والتي زارتها كاميرا الإخبارية السورية وطلعت على آلية عملها بحمص جاوز عدد وحدات التصنيع الثلاثين طبعا مقدمة البعض من منظمات عالمية من الأمم المتحدة والبعض حكومية في عنا هلأ نحن حاليا بوحدة تصنيع رباح بإشراف وزارة الزراعة مديرية تنمية المرأة الريفية صل وحدة تصنيع افتتحت حوالي سنة وأقل من نص بلشنا بعد ما عملتنا لوزارة الزراعة دورات ودعمتنا فيها مشان خبرة البنات تزيد يعني بلشنا من سين وشهرين نحن هون عنا بالضيعة مشهورين بالتفاح كتر شيء فنحن مشهورين بكل منتجات التفاح سواء خل سواء دبس ملبان مربيات التفاح يعمل في هذه الوحدة عدة سيدات المنتجات خضعنا سابقا لدورة تدريبية بإشراف مختصين بالتصنيع الغذائي ويتم فيها تصنيع منتجات الألبان والأجبان والمربيات والمخللات مع التركيز على منتجات التفاح التي تشتهر به البلدة اليوم عملنا طلعنا زبدي وهلأ عم نعمل أريش وإن شاء الله بالأيام الجاي منعمل رتير شغلات حلوة وزريفة بتعجبكم نلحق المواسم كل موسمة وموسمة مثل الحصر كمان جبنا وعملناه بنوعية جيدة دبس رمان عملناه بنوعية جيدة هلأ ما بقى في شغل ألبان جبنا حليب وعملنا لبان وخدينا طلعنا زبدي وأريش عشرات الوحدات افتتحت في حمص وأسهمت بتأمين فرص عمل لمئات الأسر الريفية وتزويد السوق المحلية بمنتجات غذائية مطابقة للشروط الصحية وبأسعار مقبولة من وحدة التصنيع الغذائي في بلدة رباح بريف حمص شيرين العلي الإخبارية السورية